اهلا بكم والنهاردة حلقة جديدة وهكلمكم على صحتك في العيد احنا كل الاعياد في الدنيا مش مصر عندنا بس مرتبطة بالنمط الغذائي مرتبطة بالاكل يعني فيه اعياد ليها كحك فيه اعياد ليها مولد النبي كلها حاجات بدع ما فيهاش اي مشكلة لكن هي الحقيقة يعني نقدر نقول ان ده موجود في العالم كله في العالم اجمع مش مش عندنا بس يعني هتلاقي برضو الجماعة اليونانيين بيعملوا هذا الكلام ففي كل دول العالم فيه النمط غذائي في العيد واحتفالات فيه حتى الناس اللي بتعمل عيد ميلاد والترطاية بتاعت العيد ميلاد كلها حاجات يعني لما تجي يفكر فيها هيطعمها حلو احنا الحقيقة بندور على طعم الطعم عندنا خمس انواع الجسم اللسان لا يتزوق الا خمس انواع من التزوق بعد ما بيعدي منطقة اللسان احنا بعد كده الاكل كله بيتساوى الا اذا كان الاكل مفيد صحي يعني يوجد الاكل ففي النهاية الفترة اللي انت اللي اللعاب فيها دوب الجزء بتاع الاكل علشان يخش في المنطقة بتاعت اماكن الاحساس اللي هي اسمها تيست بادز اللي هي اماكن استطعام الطعام انا عايز اقولك ان احنا عندنا هنا مجموعة من الالاف بتقل عند سن الخمسين احنا بنستطعم خمس حاجات ده نستطعم حاجة اسمها السويت والسور والبتر شوية حاجات كده والملحي وحاجة اسمها اليومامي يعني احنا بنستطعم اللحمة بنستطعم في حاجات كده زي اكلة الفسيخ الحقيقة ليها طعم لكن اما تيجي تقولي هل هي مفيدة هو البروتين مفيد ما هو البروتين هو ده بروتين اللي احنا نسميه السمك المفسخ ده سمك حصل عليه نوع من الهضرجة أو مش هنسميها لكو التعفن عشان ما نقولش فيها الكلام البايخ ده لكن في النهاية احنا بنحصل على البروتين الأحماض الأمينية الضرورية الأحماض الدهنية الضرورية لو من الناحية العلمية وعاستيقولي أن طريقة التفسيخ وطريقة التمليح بتاعة الفيسيخ مفيدة ولا لا الفيسيخ مفيد بشرط أنه ما يكونش معمول بطريقة التمليح بالشرط أنه ما يكون مش معمول بطريقة التمليح طريقة التمليح دي كتوسيلة يستخدمها قدماء المصريين على مر التاريخ للحفظ بتاع الطعام هي أكلة مصرية في أماكن كتيرة من الدنيا عندهم حاجات مشابهة للفيسيخ بتاعنا الفيسيخ احنا ما استمتعناش به السنة دي في شم النسيم لكن في ناس عايزة تعايد بالفيسيخ الحقيقة مشكلة الفيسيخ إذا تم تفسيخ الفيسيخ بشكل مش صحي إذا تم تفسيخه بالملح وللأسف ده بيحصل يعني ما بيحصلش إحنا كل الناس بتستخدم الملح لأنه ده أقمن طريقة وأسهل طريقة وإذا تم التفسيخ بشكل مش صحي يعني بشكل مش مصبوط فبنوع من البكتيريا اسمها كوليستريديا هذه النوع من البكتيريا التتاناي هذه البكتيريا يعني ممكن تودي بحياة إنسان يعني تخيل يعني هي اللي بيطلع منها البوطوكس كوليستريديام بوتيوليزم دي اللي بيطلع منها البوطوكس تخيل إن هذا النوع من البكتيريا السموم بتاعته اللي هي بتموتنا وتعملينها شلل في التنفس واتودي بحياة إنسان يعنيه تزغل ما عرفش يبلع يشوف الصورة مرتين وشكلها في البلع ويبتدي يحسن ريالة ويبتدي ما عرفش ياخد نفسه والملهاج غير أجسام مضادة موجودة فائد مصر واللقاع ودي كان بتحصل على مر التاريخ وعلى مر الزمان اللي هي الأكل اللي هو اللي بيبقى فيه البوتيوليزم ده اللي بيطلع منه البوطوكس ده لو الناس عايزة تتكلم على أكلة العيد لو احنا بنتكلم على الفسيخ وفي ناس كتير عايزة تبتدي بالفسيخ اه ايه المانع ان احنا ناكل سمك و ايه المانع ان احنا كنا ناكل سمك في رمضان بيعطش الكلام ده مش حقيقي الحقيقة طيب يب احنا بنتكلم احنا بنتكلم على صحتك في العيد وارتباط الاعياد بالنمط الغذائي و احنا ده مرتبط بالكحك و مرتبط بالأسماك الحقيقة و احنا مش ضد ان احنا ناكل سمك و مش ضد ان احنا ناكل كحكاة صغيرة يعني طيب احنا لو جينا نتكلم على التلبك المعوي المنتظر في هذه الأشياء اللي هو ده في صالح الأطباء يعني مش في صالح المريض الحقيقة ما هو التلبك المعوي ما هو التجشق ما هو الشعور بالانتفاخ التجشق الشعور بالانتفاخ الغازات اللي بتطلع من البط طيب وهل في فرصة لوجود نزلات معوية ده ده بند هل في فرصة لضربة الحر في الشمس لضربات الحر فإحنا لو عايزين نتكلم أنا هكلمكم النهاردة على ضربات الحر هكلمكم على التلبك المعوي هكلمكم على سوء استخدام الأجهزة التكيف وتأثيرها علينا هو لابد إن احنا نكون عملنا تطهير للفلاتر بتاعت التكيف وعملنا الصيانة بتاعتنا بشكل آمن من خلال الناس اللي بتجلنا لابسها الكمامة وعملين حسابتهم ايه المشكلة الأولى في التكيف المشكلة الأولى في التكيف بيعمل لنا مرض شهير جدا بتاعتكيف وكثير من الناس في هذه الفترة مع زيادة درابات الحر معنا سناء وهكمل لكم أمراض التكيف يا سناء أهلا بيك ايوة ازاي حضرتك يا دكتور منور والله ربنا يبارك فيك تسلمي يا رب دايما كده منور الشاشات كلها ربنا يبارك فيك تسلمي تسلمي يا دكتور سلامتك اتفضلي حضرتك ودايما حضرتك منور يا رب ربنا يبارك فيك تسلمي بيك حضرتك طيب يا دكتور وانتي بالصحة والسلام يا نادي والله يا جماعة الدكتور منور يعني ما قالوكوش بيبطفل بيه في أي وقت أو أي حدي بيسوث البيت أي حاجة على طول بيفتح التليفون وبيرد علينا بيقول لنا كل اللي نفسنا فيك ربنا يبارك فيك يا بنام سناء تسلمي بشدر راحب والله العظيم ربنا يبارك فيك حبيبيك أقول أي على أخلاقك يعني الصراحة بعد كده ربنا يبارك فيك تسلمي يا سناء عايزة أقول لحضرتك يا دكتور اتفضلي يا حبيبيك اللمون ممكن أخده ومساعد كله أخد علاج وأخد اللمون آه إيه اللي يمنع مفيش مشكلة في اللمون ما يفتدش العلاج يا دكتور خالص نهائي نهائي أبدا مفيش الكلام ده وفكرة الشاي بعد الأكل حيمنع مصاص الحديد يعني لو الأكل كله مليان فدان حديد وشربنا شاي ربنا يبارك فيك يا حبيبتي هي بعض الحاجات اللي احنا عارفينها من ناحية العلمية بشكل مؤكد لكن مفيش منها حقيقة أدنى مشكلة حقيقية يعني سلامتك سلامتك يا سناء آه طبعا اللمون مفيد وإحنا بنشجع الناس اللي بتشرب اللمون وبتاكل برطوان مش تعصر البرطوان أنا بفضل ومش أنا العلم الحقيقي بيفضل إن احنا ناكل برطوانايا مش نعصر برطوانايا مش نعصر برطوانايا ناكل البرطوانا على بعض ناكل الفكهة كما هي لكن اللمون مقدرش أقولك كل اللمون لكن فيه ناس بتضربوا اللمونة كاملة في الخلاط وده قد يكون أكثر فايدة لكن مش في منطقنا قوي يعني الحقيقة قوي معنا سهير أهلا يا سهير أهلا بالسيادتك يا دكتور كل سنة والسيادتك طيب وانتي بالصحة والسلامة تسلم يا سهير وانتي بالصحة والسلامة ويديك العمر الطويل كده يا رب ويخليك تنور على طور ربنا يبرك فيك تسلم يا سهير تسلم يا حبيبتي ربنا يبرك فيك تسلم يا سهير معاك يا سهير تفضلي يا حبيبتي وطي التلفزيوني حبيبتي ماشي معاك يا حبيبتي تفضلي يا سهير وطيط يا دكتور بس يا دكتور أنا عندي بتعالج من بتعالج من 2012 من الكلة آه عندنا إيه في الكلة؟ عندنا كتنا فيه دكتور كان بيقولك أخذوا لمون وكمون وجنزبين وإرفة أعطت أشرب يجي عشرين يوم ابتلك عليكم سلامتك يا حبيبتي سلامتك الله يسلمك طيب كنت مسافرة سعودية لبني وبعدين قالوا روح أحليلي روح أحليل لقيت عندي فيروس فيروس C بتاع الكبد لقيت عندي 750 وخدت العلاج الجديد خدت العلاج خمس شهور وقال لي الحمد لله مبروك ما شاء الله الله يكرمك يا حبيبتي الشمال بس الشمال وقلبي وعندي العضلة وعندي القلب تعبان سلامتك يا حبيبتي ما بتخديش أي دول أي مرض مزمن يا حبيبتي غير القلب باخد العلاج بتاع القلب آه تمام وضغط كولسترول سكر لا أنا عندي ضغط تمام بتحللي حللتي وعظايا في الكلا قريب حللتي الزلال في الدم آه آه أيوة 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 يا دكتور أيوة والأرقام كويسة أنا جهلة أنا عندي ست المياس جهلة إيه؟ هانم يا سهير تسلامتك ربنا يكرمك ويبارك لك في سخطك ربنا يبارك فيك أنت أمر يا ربي ما تتحرم من مكانك وإذا تتحرم الكرسي ما تتحرمش منك أبراً يا ربنا ربنا يخليك يا حبيبتي تسلامي يا ربي يخليك والقلب ضعيف لست عمد الدكتور شكرا الله يا عقوب لو ستك تسمع عنه فمعد القلب تمام أنا ماشية معاه كويس أنا مئة وسبعين كيلو آه إحنا محتاجين ننزل شوية في الوزن بنشخر بالليل؟ فيش خير بالليل يا سهير؟ نعم بنشخر بالليل؟ أنا بقت البق بكمامة بلبيت عشان لما بشخر يجيني زوري بيبقى عندي احتراق في الزور آه لكن بتعرفي تتنفسي من منخيرك بالليل وانتي نايمة بس آه طب كويس كويس لكن إحنا وزننا مئة وسبعين آه يا دكتور طب ممكن يا دكتور ممكن يا دكتور أجي عن ساتك المستكبة تشوفيني القلب بس فيه إيه؟ حاضر يا حبيبتي عينين؟ عينينا والله يا حاضر يبتنا يبارك لك وينورهم لك عيني يا حبيبتي حاضر ويحب تسيد خلقه حتى الحصف أرض وينجيه ربنا يبارك فيك وأنا هكلمك على وراء من رجل عيني طب أجيلك سين يا دكتور يا حبيبتي تعالي في كلية طب الأصر العيني إن شاء الله بعد العيد وإحنا عينينا ليكي والله بس يعني ننتظر بس الدنيا تهدى شوية الظروف الحالية وعينينا يعني عينينا هنوصي عليك في الأصر العيني على آخر يا حبيبتي تحت أمرك يعني أجي أقول الدكتور محمود مني أجيلة سياتة؟ لا يا حبيبتي أنا بشتغل في وحدة المناظير بتاعت كلية طب الأصر العيني يعني بعد العيد تواصلي معي وأنا عناية ليكي حاضر وانا هكلم لك حدّ من بتوع القلب زميلنا بإذن الله حاضر عناية ليكي وبردو الدكتور شكر الله ده راجل عظيم وكويس فأنتي ممكن تتابعي معايا عندين؟ الدكتور اللي أنت بتقول له هو الدكتور شكر آيوا دكتور يا عقوب شكر الله عندينا في سوبر الخيمة تحت أمرك يا حبيبتي ربنا يكريمك في الدنيا والأحفر الله يخليك يا شوير واخدتي تليفوني وأنا تحت أمرك عناية يا شوير بإذن الله الحقيقة ورم الرجل على ناحية واحدة ده ملوش علاقة لا بالقلب ولا بالكبد ولا بالكلة لكن الورم اللي على الناحيتين ده بيبقى مرتبط بيعني الناس الكبد عندهم بقى يعني الظروفه الصحية مبقيتش كويسة خلل في الكلا ضعفه في عدة القلب دول أشهر حاجة يا إما الناس اللي عندهم أمراض امتصاصية إما أمراض الحساسية هي إما نوع من أنواع الفلاريا اللي هي بتيجي تسد الغدد اللينفوية ودي نادرة في مصر دي موجودة في بعض الأماكن المتطرفة أو الناس اللي سافرت في حاجات صحراوية أو حاجات من هذا القبيل تقرس من نوع من النموس أو نوع من الحاجات اللي من هذا القبيل طيب أي حد وهرم رجليه والرمد ده ممكن يبقى التهاب في المفاصل بتاعة الركب ممكن السمنة نفسها السمنة والتهاب مفاصل للركب وممكن الناس اللي عندها دوالي في القدم السمنة السمنة يا سهير ممكن تكون هي السبب دي على ناحية واحدة طيب لما بتبقى السمنة لما بيبقى الوزن كبير والرجل على ناحية واحدة المفروض نعمل دوبلكس على شرايين الكلا ونادرا ما بيبقى فيه أورام في البطن ضغطة على نوع على الأوردة بتاعة يعني على المصدر بتاعة الأوردة اللي خارج اللي جاي من الرجل ومعادي فوق فده نادرا وكنا بنشوف الكلام ده زمان لكن في هذا الزمان النهاردة بنعمل سونار وبنعمل تحاليل فالكلام ده ما بقناش نشوفه دي حاجات في التاريخ الطبي لكن لا قدر الله ممكن ست عندها ورم كبير جدا في المابعة حجمه كبير وقد يكون حميد ومش عامل أي حاجة ضاغط في هذا ده من الأسباب بتاعة ورم زي ما بقول لكم كده ده اللي هو ورم على ناحية واحدة طيب الشخير وتوقف النفس أثناء النوم حاجة اسمها أبستراكتب سليب أفني أبستراكتب سليب أفني احنا سهير بتقفل بقها علشان بيجي لها جفاف في الحل وده جزء من الحاجات اللي احنا كنا عايزين نتكلم عليها برضو جفاف الحلق جفاف الحلق ده أهم سبب سوير فكرتنا بيه خلتنا نتكلم عليه الناس كلها ربطة معانا اتصال وهنرجع وهكلمك على جفاف الحلق وهكلمك على الشخير وتوقف النفس أثناء النوم اللي هو كمالة الورن بتاع الرجل معانا محمد أهلا يا محمد اتفضل يا محمد آه فيه حاجة اسمها الشخير وتوقف النفس أثناء النوم لما وزننا بيزيد مع زيادة الوزن ممكن يبقى معانا الشخير وتوقف النفس أثناء النوم حاجة في الطب اسمها أبستراكت بسليب أفني ده أنام 12 ساعة مش عارف أصحى من النوم أنام ما حسش إن أنا برتاح فاق بالرغم إن أنا أنام 12 ساعة لكن أنا عندي إرهاق شديد ده ممكن يعمل لي ضعف في عدة القلب معانا محمد وهنرجع نرجع لموضوعنا يا محمد أهلا بيك أهلا يا محمد اتفضل علي صوتك يا محمد بعد إذنك أنا عندي مشكلة كده في السايتوميجالوفيروس نعم يا حبيب سايتوميجالوفيروس آه عندي مشكلة في السايتوميجالوفيروس ومشكلة تانية في الشخير الأثناء النوم سلامتك إيه المشكلة في السايتوميجالوفيروس يا محمد أنا حصل عندي إرهاق كده شديد وبقيت زي تعب كده عمشاب الإرهاق عملت التحليل على طول إيتو موجود وكان عندي ضغط رفع شوية فطبعا عملت التحليل الخاصة بالضغط كلها فأطلع الضغط أولي مفيش حاجة بالنسبة للضغط تمام تمام سؤالك لي يا إيه يا محمد يا دك السؤال إيه يا محمد أنا عايز أقول طبعا أستاذ مغالف أرس أن أنا ما فيش عمل علاج خاص به فكنت عايز أقول ممكن حاجة مثلا خاصة به أتباعه أو علاج خاص به يعني أنت شكوتك إيه شكوتك الرئيسية إيه شكوتك الرئيسية أحيانا بحث بقى بإرهاق وتعب كده من محمول بدون سبب يعني معا من التحليل الكبد والكلة وكل حاجة الخاصة بالحاجات دي ما لقيتش أي حاجة غالحة الإرهاق 13 سبب يا محمد أنا هجاوبك على الإرهاق الإرهاق 13 سبب في الطب 13 سبب في الطب منهم طبعا السيتوميجالوفيروس وهقول لك أنا مشكلة السيتوميجالوفيروس يعني هركز لك على السيتوميجالوفيروس أنا أتكلم بالشخير أثناء النوم الشخير أثناء النوم ليه علاقة بارتفاع الضغط ليه علاقة بالسكر ليه علاقة بالسمنة ليه علاقة بالشعور بالإرهاق الشخير أثناء النوم وأمراض النوم كلها هي رقم واحد في أسباب الإرهاق في الطب هجاوبك على أسباب الإرهاق في الطب عناية الإرهاق 13 سبب في الطب رقم واحد التراب النوم التراب النوم التراب النوم وأشهر حاجة في التراب النوم الناس اللي ما بتنامش في مواعيدها مظبوط مواعيد النوم دي لابد انها تكون منتظمة ولابد انها تكون ليلا فالناس اللي هي حتى لو بتنام النهار او بتنام في النوم متقطع ده اهم سبب للشعور بالارهاق اهم سبب للشعور بالارهاق الشخير وتوقف نفس اثناء النوم من اهم اسباب السمنة من اهم اسباب جفاف الحلق من اهم اسباب ارتفاع الضغط والسكر والكبد الدهني والكبد الدهني وضعف عضلة القلب الشخير وتوقف نفس اثناء النوم الشخير السمنة السمنة تجيب الشخير والشخير يزود السمنة يبقى رقم واحد في الدنيا لأسباب الإرهاق هو الطراب النوم رقم اتنين الأنيميا نقص الدم نقص فقر الدم نقص الهيموجلوبين الأنيميا ده أمراض ده كتاب دم معنا أحمد وحكمل لكم 13 سبب إن شاء الله في هذه الحلقة يا أحمد أهلا وسهلا أهلا دكتور ربنا يكرمك ويبارك فيك عندي رقم رقم عندي كرحة سنها ده تمام وعندي حمى تيفود لا التيفود بتقعد يعني مدة زمنية قصيرة وبتروح زمان كتل تيفود ده بيموت يعني نجيب الرحاني مات بالتيفود لكن دلوقتي يمفيش حمى تيفود يعني واخد بالك تبالك بشم ريحة زفار السمع بتشم إيه بتشم إيه يا أحمد ريحة زفار السمع بتشم ريحة زفار السمع في الأنف آه تمام وعندي ضربات خبطة على طول تمام 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 بالإرهاق فقلنا رقم اتنين أنيميا ودي قصص فقر الحديد نقص فيتامين ب12 أمراض تمثيل الغذاء بتاعة الحديد أمراض فكل ما هو أنيميا رقم ثلاثة خمول غدة درقية خمول غدة درقية رقم أربع سايتوميجالو فيروس يا محمد سايتوميجالو فيروس والإبشتاين بار فيروس إبشتاين بار فيروس الاتنين ليهم مشاكل يعني إحنا نقدر نقول أن معظم الناس أصيبت بيها هم أهم سبب للشعور بالإرهاق أيضا من الناحية الفيروسية طبعا هتبقى قريت عن السايتوميجالو فيروس والإبشتاين بار فيروس إن هم من أهم أسباب سرطان الغدد الليمفاوية أو سرطان الغدد الليمفاوية حاجة اسمها بيركتس ليمفوما والهودجيكنز ليمفوما والنان هودجيكنز سبحان الله لأن دي فيروسات مناعية تحور الجينات وقد يكون هل كل الناس اللي حاجة لها سايتوميجالو فيروس إحنا لو حللنا للشعب كله هنلاقي عدد كبير جدا عن سايتوميجالو فيروس ومع ذلك محدش جالوا ليمفوما ولا حاجات اللوكيميا اللي هي الميكس ما بينهم في حاجات من هذا النوع الحقيقة فهم ممكن يعملون عرض حاجة اسمها نوع عامل زي دور البرد واجع في الزور وكحة وارتفاع في درجة الحرارة تدخم في الطحال ممكن يديني ارتفاع في وظائف الكبد وغدد ليمفوية في الرقبة ونحلل نلاقي تغير في شكل الخلايا ونتخض ده حاجة إكلينيكية اسمها يعني بند كده عامل زي البرد الحقيقة في السيدات ممكن يعمل لنا تشاوط أجنة ممكن يؤدي إلى إجهاض والناس اللي بتاخد أدوية مثبتة للمناع زي بتوع الكرونز وبتوع الألسيراتف كولايتس بنديهم الأدوية الأدوية مش جايبة نتيجة نتأكد نأخد نعمل منظر ونأخد عينة نتأكد أن الأنسجة فيها ساتوميجالوفيروس وده من أهم سبب أن الدواء مش جايبة نتيجة الأدوية اللي احنا بندها لهم للأدوية المناعية بسبب وجود الساتوميجالوفيروس الساتوميجالوفيروس لو أصاب العين ممكن يؤدي إلى العمل إنه ممكن يعمل لنا التهاب في شبكات العين فالساتوميجالوفيروس ده بند كبير جدا في علاج أنتي فيروس للإبستانبير فيروس وفي علاج أنتي فيروس برضو للساتوميجالوفيروس يعني من عيلة الجانساكلوفير وفي حاجات تطورت حديثاً ومش لازم كل الناس تاخدها يعني على مسؤوليتهم فيش حاجة اسمها اللي احنا لما نشوف حاجة زي كده إلا إذا كان فيه مواضيع حد نقل عضو في حد زراعة كيلة حاجة من هذا القبيل يعني لكن مش بنضور له على علاج طيب من أسباب الإرهاق حاجة مرتبطة بالساتوميجالوفيروس والإبستانبير فيروس حاجة اسمها ده رقم 12 في الإرهاق احنا أنا حكيت لكم على أربع حاجات احنا وقفين في رقم أربعة لكن في رقم 12 وهذا الكلمة على مسؤوليتي حاجة اسمها فيبروميالجيا وكرونيك فاتيك سندروم متنازمات الإرهاق المزمن دي مرتبطة ما بين الاكتئاب والتوتر والقلق اللي احنا عنقوله رقم خمسة وما بين الطب النفسي والسيتوميجالوفيروس يعني الفيبروميالجيا ومتنازمات الإرهاق المزمن لتنين ما بين الطب النفسي وما بين الطب المخ والأعصاب وما بين الرقم خمسة الاكتئاب الناس اللي عندها اكتئاب أو أمراض التوتر أو أمراض الفصام ثلاث أنواع اللي موجودين في عالم من الكريتيريا بتاعة الشعور بالاكتئاب اضطراب النوم حاجة بنسميها مفيش انترست الشعور بالزمت مفيش طاقة مفيش تركيز زهد في الدنيا بفكر في التخلص من الحياة عندي حالات النوع من التوتر كده بيسموها سايكوموتور أجي تي يعني التوتر كده شوية واضطراب في النوم واضطراب في الشهية والشعور بالإرهاق وعدم التركيز ده جزء من كريتيريا الاكتئاب ده رقم خمسة رقم ستة امتلاء البطن لو ملينا بطننا ملينا بطننا امتلاء البطن يديني شعور بالإرهاق وبالذات لو خدت حاجة مسكرة رقم سبع بعض الأدوية اللي احنا بناخدها عمال على بطال أشهرهم أدوية الحساسية وأدوية الكوليسترول تدي شعور بالإرهاق أشهرهم أدوية الحساسية وأدوية الكوليسترول وأدوية المعدة اللي احنا بناخدها عمال على بطال رقم تمانية الكانسر السرطان يسبق الإرهاق قد يكون أول علامة للشعور للكانسر الإرهاق الزغطة الهرش يسبقه الكانسر بخمس سنوات يسبقه الهرش يسبق الليمفومة أو السرطان الغداد الليمفوية بخمس سنوات أو اللوكيميا بخمس سنوات يسبق الاتنين بخمس سنوات الهرش الشعور بالإرهاق قد يكون أول علامة وقد يسبق الزهور الإكلينيكي اللي عرض السرطان بثلاث سنوات الزغطة قد تكون أول علامة احنا الزغطة بس عشان ما حدش يسكت عليها فقالوا سنة يعني السنة قد تظهر من البحث الدائم يعني جات لزغطة سكيت شهر اثنين تلاتة فأطول مدة اكتشفوا فيها وجود ورب خدت سنة فالأمراض المناعية زي الزئبة الحمراء زي الروماتويد ده رقم تسع رقم عشر كل الأمراض المزمنة الكلا المزمنة الكابد المزمن السكر المزمن كل الأمراض المزمنة الناس بتاخد فيتامينات زيادة عن يعني اللي بيزاود في فيتامين دا اللي بيزاود في الكالشيوم رقم حداشر المرض اللي جيه لجون كينيدي مرض اسمه أديسون مرض اسمه أديسون رقم تلاتاشر احنا قلنا اتناشر اللي هو مرتبط ما بين الفابرومالجا وحاجة اسمها متلازمات الإرهاق المزمن رقم تلاتاشر دا مرض في المخ والأعصاب اسمه أم أس التصلب المتناثر دا اللي هو الشعور بالإرهاق دولة تلاتاشر سبب بالشعور بالإرهاق أحمد كان بيكلمنا أن عنده مرارة في الفم مرارة الفم والرائحة الكريهة في الفم دي مرتبطة بما نأكل بما نأكل بما نأكل مرتبطة بالأدوية مرتبطة بالأدوية وأمراض المخ والأعصاب مرتبطة لو أنا فيه ناس بتاخد فلاجيل مثلا مترونيدازول فيه ناس بتاخد أدوية كتير جدا أدوية أورام مضادات حيوية فيتامينات تديلك تغير في طعم الفم وتديلك مرارة في الفم فيه أمراض مخ وأعصاب هم 8 حاجات في المخ العصابي 8 في الشم 8 برضو هم وفي حاجتين في الحستين زي ما كنت بحكي لك ان الطعم 5 حاجات احنا بنتزوق 5 انواع فالتغير في الطعم معنا غانم وحنكمل اسئلتنا هنكمل امراض التكيف هنكمل ضربات الحر هنكمل جفاف الحلق الهرش الرائحة الكريهة من الفم معنا غانم اسمك جميل يا غانم غانمت ايه يا غانم عليكم السلام اهلا وسهلا انا دكتور بجالي اربع سنين عندي الم في العيني ما بيروحش خالص الم في العين تمام كشفت مخ عصاك كشفت ام فوز وكشفت بطن لا البطن ملهاش ده انت هتعمل رانين على العين وهتعمل التحاليل عملت رانين على العين وعملت رانين على المخ اه لا ده طبعا لازم نروح لطبيب مخه اعصاب طبعا ده اللي دينا فيه ادوية طبعا لعلاج الالم لا طبيب مخه اعصاب بيعالج الشعور بالقلم دي شغلتهم بيعالج العصب الخامس وبيعالج حاجات كتيرة جدا وبيتأكد من عدم موجود هيربس في الاعصاب فده مخه اعصاب يا غانم معانا رمضان واسمك جميل يا رمضان السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله اهلا بيك الله يبارك لحضرتك عاوز اوجه رسالة بالنسبة لمرض كورونا اتفضل حضرتك ممكن نعمل موضوع الكمامات على المصوى الجمهورية على الجهاز الاداري للدولة اه بنظام حضرتك انه يتوزع على الموظفين وستتخصن من راتب الشهر الشهر المصوى الجهر اللي هو اليونيو اه تمام انا معاك الكميات مثلا قلبة فيها عشرة وعشرين حضرتك وتتخصن بعد كده من الرافق طب انت بتتكلم في موضوع الكمامات طب الحاجات الاخرى اللي هو التباعد الاجتماعي غسيل اليد ده اهم اه طبعا يضط يعني الكمامة في حد ذاتها لو في اماكن مفتوحة ومفيش فيها تزاحم منتش مطلوب انك تلبسها ده تلبسها لو انت داخل اماكن مغلقة اماكن فيها تكييف فلابد ان الاماكن كلها يبقى جيدة التهوية انا عايز بس طبعا هي الكمامة ضرورية ولابد انها تبقى موجودة في كل الموصلات العامة واي حاجة فيها اماكن مغلقة الكمامة عشان على مسؤولتي هذا الكلام الكمامة السليم لو لبسها اللي هو المعافى اللي هو فعلا من غير مريد لبسها وقابل واحد مريد في مسافة اقل من المتر كأنه مش لابس هذه الكمامة كأنه مش لابس هذه الكمامة دي بتقيه فقط بنسبة 30% اما المريد اما المريد لو لابس الكمامة والسليم مش لابس الكمامة فالسليم وقابله في مسافة اقل من متر اقل من متر وهذا الكلام على مسؤوليتي تماما ففرصة عدم نقل العدوى اكتر من 90% يعني لو المريد لابس كمامة نقل العدوى اقل بكثير مما نتخيل عشان كده للأسف المريد اكبرنا اكبر الجميع على ان كل الناس تلبس الكمامة المريد والسليم لو لبسوا الكمامة في مسافة اقل من متر فرصة نقل العدوى اقل من 3% من 1% ل 3% اذا المريد والسليم لبسوا في مكان مغلق والمريد عنده اعراض يقينية في موضوع الكورونا في اقل من متر من 1% ل 3% اكتر من متر في هذه الاماكن المغلقة اقل من 1% اذا المريد اكبرنا على لبس الكمامة للجميع طيب المشكلة هل احنا ننتظر كلمة المريد علما بان بعض الناس قد من المرضى او حميل المرض اللي هو لسه مظهرش عندهم اعراض اكلينيكية فقد انت تظن انك سليم وانت فعلا مريد لانك احتكيد بحد مريد هو اهم حاجة عدم التزاحم اهم حاجة عدم التزاحم في هذه القصة يعني الحاجات اللي احنا بنعملها كمواطنين الحقيقة هي اللي فيها نوع من الرفض احنا اللي لازم نبعد وننقى بانفسنا عن يعني لا تسمح لحد انه قرب منك اقل من متر لا تسمح باي شكل من الاشكال الكمامة حل نص حل لكن ما اقدرش يقولك ان الحل المطلق معانا مراد يا مراد اهلا وسهلا وانت بألف صحة وسلامة يا مراد اهلا بيك مجرد سنة ثمانين سنة عبرتك في مرض ضغط ومرض كامل فيه تعناية عبرتك وتكريعة مستمرة تكريعة مستمرة بالسمرار يعني في اليوم مثلا ثلاثين اجبعين مرة بصدق علي جدا جدا وفي الوقت انا مستيحة الضغط حتى بعد فروق دعاما انت قلتلي العمر كم سنة؟ ثمانين سنة ربنا ايدي حركة الصحة وتولت العمر عندنا ضغط وسكر مش كده؟ ضغط بس ضغط وكابد ضغط وكابد يعني الكابد متكافئ يعني فيه الزلال كويس مفيش استسقى في البطن مفيش ارتفاع في نقط الوريد بابي مفيش مفيش استسقى كان فيه علاج الكابد بيتاخد فيه مستمرة بقى في البطن حضرتك الحمام مستمرة بقى لازم لبود باستمرار وملايناته والكلام ده كله يعني فيه امساك الامساك ده حديث ولا قديم تعنيه حاضر انا هجاوبك دلوقتي على التجشق وعلى كلمة التعنيه حاضر يا مونة اهلا وسهلا يا مونة يا مونة تفضل يا حبيبتي انا سمعك طيب انا هجاوب على كلمة التعنيه اي حد فوق سن الخمسين عنده اي عرض قولوني ايا كان ايا كان على ظهر الارض لازم يعمل منزار قولوني لازم يعمل منزار قولوني ولا نحيد عن هذه النصيحة نهائيا وده كلام علمي منتهي تماما التجشق على مسؤوليتي ليس مرض التجشق ليس مرض هذا الكلام على مسؤوليتي التجشق نوعين فيه تجشق بيطلع من المعدة وتجشق فوق المعدة بيطلع من المريء من المريء نتيجة حركة عصبية يبقى التجشق نمر واحد ليس مرض وهكلمكم طبعا على غزات القولون وعناية ليكم طبعا التجشق اللي جاينا من المعدة ده نتيجة بلع الهواء لا يأتي إلا عن طريق بلع الهواء الناس اللي هي وإحنا عاديين كده بلع هوا بلع هوا الناس اللي ما بتندغش الأكل كويس الناس اللي ما بتشربش مية كويسة وسط الأكل أو قبل الأكل أو بعد الناس اللي بتندغ لبان الناس اللي بتدخل اللي بتشربوا مياه غازية دول أهم الأسباب لحدوث التجشق المعوي التجشق اللي فوق المعدة اللي احنا بنسميه السوبرا جاستريك اللي هو اللي مصدره المريء أنا باخد حركة كده وبعصورها وبعد كده بتبقى حركات لا إراضية بعد كده بتبقى زي العادم التجشق ليس مرض التجشق ليس مرض طب نعمل إيه في حركات التجشق إذا خلاص أصبحت بتصل لعشرين لتلاتين مرة في اليوم تجشق نعمل إيه يوجد دواء يوجد دواء يوجد دواء يمنع التجشق قطعيا يمنع التجشق قطعيا يمنع التجشق قطعيا طيب فيه نمط غذائي بنفضل تجنبه يمنع اللبن وكل مشتقاته هذا الكلام على مسؤوليته ويمنع النعناع برضو هذا الكلام على مسؤوليته التدخين اللبان يعني دول أشهر الحاجات المطلوبة أي حاجة فيها زيت سمن محليات وبصل وتوم المقليات المسبكات المخبوزات الحلوات السمين الشرب اللي عنده تجشق بنمنع له مثل هذه الأشياء قطعية ما بيكلش غير خضار مش ورقي خضار غير ورقي وبيأكل صدور فراخ وبروتين إذا كان عنده إمساك مزمن أو عنده ضعف في الحركية إمتى التجشق يبقى مرضي لم لم في بدايات الانسداد المعوي التجشق المرضي ده بيبان في بدايات التجشق المعوي أو في الناس اللي ابتدى يبقى عندها سرطان ودي في عضلة البواب أو في الاثنى عشر أو سرطان المعدة لكن التجشق اللي هو العشرين والتلاتين مرة ده بيرايحنا وده بيطمننا أن عادة ما فيش أي حاجة أي حد فوق سن الخمسين بيعاني من تجشق وأي حد بيعاني من تعنيه تعنيه وتجشق أي حد فوق سن الخمسين بنطلب له منظار معدى وبنطلب له منظار قرون تعنيه أو أي تغير في عادة التبرز لكن بالنسبة 99 تسعة من عشر التجشق ليس مرض قطعيا المرض الوحيد اللي هو مرتبط بالتجشق وده بيبقى حاجة حديثة وصاحبها بعد شوية بيرجع يعني بيقعد أسبوعين ثلاثة بيتجشق وبعد شوية بنبتدي نشوف علامات الانسداد الجزئي وبعد كده بيبقى فيه انسداد كولي وهذا الكلام على مسؤوليتي لكلمة التجشق وده كلمة التجشق والتعنيه التعنيه دي التهاب في المستقيم الالتهاب في المستقيم هو أهم سبب الشعور بالتعنيه أشهر حاجة بنعرفها في التعنيه الأميبة والأورام لقدر الله والناس بتاخد لبوس كتير ده ممكن يبقى عندهم تعنيه نتيجة الإصابة وتهيج نتيجة اللبوس الجلسترين بشكل دائم حقيقة معنا زينب يا زينب أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا دكتور ربنا يكرمك ويبارك فيك دك يا دكتور أنا كشفت وقال لي عندك نقرس موالح عندك إيه؟ نقرس موالح نقرس سلامتك ما خدتش علاج أهملت في نفسي دلوك أقدام الرجلين مش قادر نحفص عليها وجسم مش قادر نتحرك أي تنفض معايا سلامتك يا حبيبتي طب أنت سؤالك ليه يا إيه حبيبتي ده وكتير والله يمكن فوق خمس سنين آه طب أنت بتسألي على إيه دلوقتي حبيبتي أنا أسأل لك دام رجلية ده وكتير من مبارك حجاي روح جبت العلاج وأنا أخذ فيه البنات عاجر ويقول له ده مكمل غزاء مش قارف يعني نغير الدكتور ولا أعمل إيه طب أنا حجاوبك يعني إيه نقرس وبعد كده نتفاهم أنت عندك ضغط أو سكر أو أي مرب مزمن لا كشفت قال لي بس هنا فوق المعدة تبقى نار لو قلت اللغمة بطنط نفخ آه أنت عندك كم سنة يا زوزو؟ عندي خمسين سنة ده أنت صغيرة يا زوزو طيب عندك حساسية صدر حسية من أي دواء حساسية أكل؟ لا بس يعني حركة ما فيش بس فيه دم أو مخاط من أي مخرج من مخرج الجسم؟ لا بس النوم جليل جوه يعني فيه تغير في الوزن زيادة أو نقصان؟ لا فيه زايد الجسم معي آه فيه صداع زغلالة عين زنة ودان كات متسدر دقات زيادة اختناق؟ آه ولا نخوص دعني هنا زي المعر نحس كده لما ينسجح حتى نحس بهدوء سلامتك فيه مغص في البطن فيه إمساك فيه إسهال؟ ريوان وين يعني بسيط سلامتك حاضر حجوبك يعني إيه نقص عناية؟ معانا رضا السلام عليكم عليكم السلام يا رضا أهلا بيك رضا يا حضرتك يا رضا ربنا يكرمك ويبارك فيك يا رضا بقول حضرتك فيه عندي جنب اليمين من فوق كده من عندي المعدة فيه حاجة كإني حد دلقي عليها مية سخنة أم يعني ألم في الجنب اليمين اللقول مكانت كبت كده أهم على الجنب كإني المكان دوت ما دلوء عليه مية سخنة وفيه حاجة زي كورة كده بتجري تطلعلي علي لغا على دلوعي ولازم أنا أتزلها كده أممم طب كشفتي جراح شافقي حبيبتي؟ لا طب ليه ما كشفناش يا حبيبتي؟ ده غالباً هيتبقى حاجة في القفص الصدري في العظم اللي في القفص الصدري من بره يعني كيس دهني أو كيس يعني فيبرويد كده خفيف لكن ده ما فيش منه أي حاجة وممكن يبقى لازق على الضلع وعلى العصر فبيدينا ألم شديد زي الكهرباء يعني اللي انت بتقوليه ده كده لكن فيه طبعاً 8 أسباب للألم بتاع الجانب الأيمن 8 أسباب فأي حد 8 أسباب أو أشهرهم هو القفص الصدري الخارجي والعضلات الخارجية أشهرهم كتير جداً يبقى عنده ألم في ظهره فاكر أن ده الكلا الحقيقة آه الكلا بند من البنود هما 8 رقم فيهم اللي هو الألم بتاع القفص الصدري والهيربس ولو فيه خراج فيه عند يعني في الـ D5 وD6 ممكن يديني ألم ونفرع خراج يعني خراج في العظم بتاع الظهر بتاع القفص الصدري من فوق من الظهر أو أي حاجة من الأمراض دي ممكن تبقى مسماعة هنا فالبند الأولاني الألم الخارجي ألم العضلات والتهاب الفيروسي اللي ممكن يصيب تفريع عصبية فيها يعني في النهاية ألم قفص صدري عضلي وقفص صدري طيب اللي وراهم إيه ألم فعضلة داخلية عضلة اسمها عضلة السوس ماصر دي ممكن يحصل عليها للأسف أورام ممكن يحصل عليها كيس دهني ممكن يحصل فيها خراج ومحدش بيبقى فاهم الأسباب بشكل عاية الكلاة والحالب والكبد والماء ده ممكن تسمع في هذه المنطقة المرارة تسمع في هذه المنطقة القنوات المرارية بتسمع هنا ويازينا بحجوبك على النقرس إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله بس أشهر حاجة في النقرس زمان كنا بنقول إنه بيزيب البقول على مسؤولتي بيقل بالبقول مريض الضغط اللي أخذ ده واسمه نوزورتان ده حيقلل الضغط ويقلل النقرس فيتمين سي بقلل النقرس القهوة بتقلل النقرس عكس ما الناس كانت بتقول زمان وهحكيلكم بعد كده ايه الحاجات اللي مع النقرس ان شاء الله في حلقة قادمة ان شاء الله اشكركم والقاكم قريبا بإذن الله